امتحان الثلاث الاول في مادة الرياضيات او اختبار الفصل الاول في مادة الرياضيات بتبيعة يحتوي كل الدروس اللي اقراوهم في الثلاث يدية واللي منزلوا باش يقراوهم حتى معناها الجمعة الاخيرة قبل اسبوع الامتحانات كيفية انجاز عملية الجمع والطرح والقسمة والضرب وايضا تحويل الى الوحدة المطلوبة سواء كانت الساعات الا الكوتل الا الاطفال وايضا الهندسة الهندسة لهنا كيفاش يرسم المستقيم كيفاش يحط المنتصف متاع المستقيم وكيفاش يرسم الدائرة ويعين ايضا الشعاع متاع الدائرة ويسمي قطعة المستقيم يعطي نوع متاع قطعة المستقيم وايضا زادة وليتكم اقراو على شنية اقراو المعلم شنية يعطيهم عدد معين ويستخرجوا منه رقم الاحد وعدد الاحد رقم العشرات وعدد العشرات رقم المئات وعدد المئات رقم الالاف وعدد الالاف حتى زد عشرات الالاف وايضا نديما في كل امتحان فما وضعية ادماجية اللي هي عناها كل مسألة يحاول يحلها لهني لازم يوظف فيها يعرف كيفاش يوظف فيها ياما يجمع ياما يطرح ياما يقسم ياما شنين ياما يضرب عملية ضرب باه عسلما مرحب بكم في فيديو جديد في قناة كوتش ألفا الأستاذة ألفا معاكم ألفا سحباني نبدأ على باركة الله بالتمرين الأول أحسب ما يلي أربعة عشرة ألف وخنسمائة واثنى عشرة نطرح منها اثنى عشرة ألف وثلاثمائة وواحدون وتشعون به اثنين إلا واحد نبدأ أحد من بعد عشرات من بعد مئات من بعد ألاف من بعد عشرة ألاف اثنين إلا واحد 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 إلا تسعة ما نجموش إذا شنية بش نعملو نتسلفوا واحد من ثلاثة نحطوه لهنى ونهبطوا واحد لهنى با إحدى عشرة إلا تسعة اثنين نكتبه لهنى اثنين با خمسة إلا ثلاثة خمسة إلا ثلاثة وما ننسوشك الواحد اللي استحفظنا به لهنى معناه أربعة خمسة إلا أربعة تولي لهنى اثنين ثلاثة أربعة إلا اثنين إلا واحد إلا واحد سفر إذن النتيجة 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 العملية الثانية مئة وسبعة وشرون في خمسة وثلاثون بتبيع الانجاز متاع العملية كيفاش نبدأ ونبدأ نضربو اذي الاحد في العدد هذا الكل نبدأ خمسة في السبعة مبعد خمسة في الثنين مبعد خمسة في الواحد باش نلقوها الهنا باش نلقوها ستة مئة وخمسة وثلاثين مبعد نها بطلوطة نحط نقطع ونها بطلوطة ونعملو ثلاثة ضرب سبعة واحد وعشرون نحط واحد لهنا ونستحفظو بالثنين ثلاثة ضرب اثنين ستة ما ننسوش العدد اللي استحفظنا به لهنا باهي موكد ربنا ثلاثة في واحد واحدة وعشرين حتينا واحدة وطلعنا لهنا بالثنين معناها لهنا ثلاثة في الثنين ستة ومن ننسوشك الثنين اللي لهنا معناها ثمانية باه وثلاثة في واحد ثلاثة معناها كبش نجمعوهم بطول كل مع بعضهم بشيه تلعونا أربع ليف وربعمية وخمسة وربعين باه عملية نجمع خمسة مع ثمانية ثلاثة عشر نكتبه معناها لهنا ثلاثة ونستحفظه لهنا بواحد تسع مع واحد عشرة ومع خمسة خمسة عشر نكتبه خمسة ونستحفظه بواحد معناها ثمانية مع ستة أربعة عشر نكتبه أربعة ونستحفظه بواحد ثلاثة مع واحد أربعة مع سبعة أحدى عشر نكتبه واحد لهنا ونستحفظه بواحد واحد مع واحد اثنين مع اثنين أربعة المجموع المجموع أربعة ألف واربعمائة وثلاثة وخمسون أربعمائة وثلاثة وخمسون به ننزو طو العملية الأخيرة مائتان وثمانية وستون على اثنين به لهنا اثنين قابل للقسمة على اثنين نعم اثنين على اثنين واحد نكتبه لهنا واحد واحد به ستة قابل القسمة على اثنين نعم ستة على اثنين ثلاثة ثمانية قابل القسمة على اثنين نعم اثنين في أربعة تسوي ثمانية لهنا نكتبه مال ثمانية إذن مائتان وثمانية وستونة على اثنين مائة واربعة وثلاثونة إذا كان أعجبكم الفيديو وما تنسوش بجد عمونا ودعموا اللايك للفيديو وبرتجوه باش اطعم الفايداء واذا كان ماكش مشترك في القناة اشترك في القناة واضغط على الجارس الكل باش يسلك كل فيديو الجيد عندك اي سؤال اي استفسار اكتبهونا في تعليق واعطونا اقتراحكم الفيديو القادم على شنية نعمله ياما نعمله مراجعة حول حاجة نقصين فيها ابنائكم وإلا نعمله اختبار معين تحبو نعمله اكثر معناها اختبارات مثال في الرياضيات وإلا تحبو نعمله تمارينات وإلا وضعيات ادماجية حسب الحاجات اللي نقصين فيها ولادكم اكتبوهم لي في تعليق اسفل الفيديو تو منتقله للتمرين الثاني حول الى الوحدة المطلوبة ثمانية عشر كيلو متر كم يساوي من متر؟ به لهناء قريت حساب الزوس التوانسة والجزيرين به بالنسبة لتونس راو الامتحان هكية بالضبط بالنفس المراح بنفس التمشي حاجة واحدة في عودك الحروف الفرنسية لهناء في الوحدة المطلوبة هذه متع تحويل الوحدة متاع الاطوال والقتل والساعات في عود نكتبوهم الحروف بالفرنسية في تونس نكتبوهم بالعربية هاني عملتلكم لهناء الجدول بالفرنسية والجدول بالعربية باش تفهموا مثال لهناء عنا ثمانية عشر كيلو متر نجيو لهناء به الكيلو متر هي تبع الاطوال نحط لهناء ثمانية عشر هذي ثمانية عشر هذي ثمانية عشر به به هذي نفترضوها ثمانية عشر به هذي راه متاع رسم وش متاع اكتيبة بهي جيس تاكا باش نفسر لكم ونوضح لكم هذي نفترضوها ثمانية عشر ونحنا حاشتنا بها نحاولوها للمتر هذي المتر متاعنا معناها اللهنة بش نحطه سفر والهنة بش نحطه سفر سفر هذي ستطل عنا ثمانتاش نالف نجيو لهناء ونكتبو ثمانتاش نالف ثمانتاش نالف متر وطو اذا كنا عملوها بال الجدول اللي بالعرب نفس التاريق كان الحروف برك لهناء بالفرنسية ولهناء بالعربية نجيو عنا لهناء شناء ثمانتاشن كيلو متر اجي لهناء تكتب لهناء ثمانتاشن كيلو متر هذي ثمانية وهذي واحد ثمانتاشن كيلو متر به بش نحاولوها للمتر هاو المتر معناه هذي الكل نعبوها بسفرات ونقروها الكل تطل عنا ثمانتاشن الف ثمانتاشر دي نعر ثمانتاشر الف سنتي لتر مجدي نار مركزين معايا بهي اهوك به تو اثناني لتر و خمسة عشر سنتي لتر اثنين لتر اين لهناء في جدول الساعة اثنين لتر اول لتر نحط الهناء اثنين لتر لتر اه اثنين لتر به وخمسة عشر سنتي لتر نكتبوا لهناء خمسة عشر سنتي لتر اه ميتين وخمسة عشر طلعت مزينة برش به باش نحاولوها لسنتي لتر كيف نحاولوها لسنتي لتر باش تطل عنا ميتين وخمسة عشر معانايا نبدأ ونقراوها من سنتي لتر لهناء لاخر بالكل ميتين وخمسة عشر سنتي لتر مفهوم؟ به عنا ثمانية هيكتو غرام وعشرون غرام باش نمثلوها لهناء نجيبو هذي لنا ثمانية هيكتو غرام هذي هيكتو غرام نحطه لهناء ثمانية اوب وعشرون غرام اه هيا القرام عنا عشرون غرام كم يساوي من غرام نبدأ ومن هنا نقراوها من غرام لاخر بالكل تطل عنا ثمانية وعشرون غرام مفهوم؟ واضح؟ الى حد الان بهي برش به طو خمسة عشر هيكتو خلنا نفسر بنفس الطريقة للتوينسة عنا ثمانية هيكتو غرام هاي هيكتو غرام هيكتو غرام لهناء ثمانية هيكتو غرام حطها لهناء وذي عشرين غرام تطل عنا ثمانية مية وعشرين غرام به طو اذي شنية نعملولها انفصخوها الكل باش نعملو البقية به عنا خمسة عشر هيكتو لتر به الهكتو لتر اذي تبعه؟ وحدة الساعات به خمسة عشر هيكتو لتر هيكتو لتر عنا لهناء هذي خمسة هذي خمسة هذي تاعشر ظاهر اكسة المهم هاكا خمسة عشر به خمسة عشر هيكتو لتر باش نحاولوها للتر نزيدو اكس فرات قداش بشطل عنا الف وخمسمائة لتر الف خمسمائة لتر الفوم واضح واضح اه نزيدو نفسر لتر عنا خمسة عشر هيكتو لتر وين الهكتو لتر او الهكتو لتر باه نحطوا لهناء خمسة باه هذي خمسة خمسة عشر هيكتو لتر و باش نحاولوها نحنا للتر معناها نزيدو صفرات ولي الف وخمسمائة لتر به طوق نمشيو للي انباد عنا اربعة كيلو وستمائة وخمسين جرام اربعة كيلو اربعة كيلو هذي متاع الكتل هذي اربعة اربعة مزينة لربعة وستمائة وخمسين جرام ستمائة وخمسين جرام باهي بارش 4.650 جرام جيت مزينا باش نحاولوها للجرام باش اطلع 4.650 جرام واضح 4.650 جرام 5.650 جرام الاخرانيه اذا الوحده الاخرانيه 35 ديكا متر ماذا 35 ديكا متر و 210 ديكا متر 35 ديكا متر باش نجمع معها 35 ديكا متر يب و 210 ديكا متر هذي ديكا متر باش نجمع معها ديكا متر دي دي سي متر عضرا سمحوني من الول 35 ديكا متر ومن هنى عنا 210 ديكا متر باش نجمع معها 210 ديكا متر قداش باش تطلعنا لهنى من متر باش تطلعنا عنا لهنى واحد باش نجمعها وخمسة مع اثنين السبعة وثلاثة نهبتوها تطلعنا مالا ثلاثمائة وواحدون وسبعون متر مفهوم مفهوم واضح الى حد الان واضح باش باش نفسر هاي لكم باش نفسرها لولاد بلادي باش حطوا الى هنا خمسة وثلاثين ديكا متر هذي الخمسة وهذي خمسة ثلاثين ومائتين وعشرة ديكا متر هذي الديكا متر هذي ديكا متر هذي مائتين وعشرة ديكا متر ونجمعوهم تكل مع بعضهم قدش يسوي من متر نحسبو ان نبدأو معناها من هنا هذي واحد خمسة مع اثنين هذي سبعة وثلاثة نهبتوها ما لا تطلع عنا ثلاثة مائة وواحدة وسبعين واضح ريتو نفس النتيجة نفس التمشي نفس المراحل نفس معناها الامتحانات الدروس كيف كيف اللي يسوي في الرابعة هنا في تونس وقالها في الجزائر الدروس الكل نعرفها على شنية معناها نعرف على شنية قراء وليدكم بالتمرين الثالثة ارسموا قطعة مستقيم القطعة المستقيمة طولها ستة سنتيمتر قطعة المستقيم أو في الجزائر قلوا لها القطعة المستقيمة معناها مؤنث قطعة هناك اختلاف في اللغة ما بين تونس والزير اختلاف صغير لا تتعلم مثلا نحن فما صغير معنى معين انتما يبداء معنى متاحة اخرى مثلا نحن عنا حاجة مؤنث انتما تردوها مذكر نحن عنا حاجة تجي مذكر انتما تردوها مؤنث به نجيو لهنة بش نعملو اسطر متاعنا اللي هو ستة سنتيمتر نفترضو اذية ستة سنتيمتر به هذي ستة سنتيمتر به نعملو لهنة باش تكون معناها ظاهرة ظاهرة قطعة المستقيمة به نحن في تونس نقوله قطعة المستقيم مش المستقيمة به عنا لهنة هذه القطعة A B نجيو لهنة به انسرسيون باش ناخذ زون تكست وانا نعمل باش نسهل على روحي به نفترض انا باش ناخذ اذية به ويحط به هكاية السلي نولي به به شا عنا نحن A B قطعة المستقيم A B به نكتب باللغة الفرنسية عنا مجسك مجسك به 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 قطعة المستقيم امتعنا هذي هكا 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 واذا حكاية به هذي قطعة المستقيم هذي A وهذي B اعين نقطة O منتصف القطعة هذي النقطة O هي منتصف القطعة ارسم الدائرة التي مركزها O وتشمل النقطة AB الدائرة اذية شنية تعملوا كيفاش مشترسموها بالبلكار تحطوا البرال هنا على O المنتصف بالضبط وتشد تحلوا الفتحة معناها تاخدوا الشعاعة ذية مثال O B O A به تاخدوا مثال الشعاعة ذية توصل تحط البرال هنا وتوصل الفتحة متاع البلكار لهنا وتدور دورة كاملة حتى اللي تتمس هذي دورة كاملة به طو نحنا ما نجموش لهنا على الورد لذلك باش ناخدوا دائرة حاضرة ان شاء الله بركة نجي به 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 نبترض هذه الدائرة هذه الدائرة به غمبلساج به هذه الدائرة متاعنا هاكا رسمنا الدائرة انتاعنا طو لهنا قالك ارسموا الدائرة التي مركزها A O وتشمل النقطة هايكا تشمل النقطة A B به ما تسمي القطعة A O بالنسبة للدائرة A O تمثل شنين تمثل الشعاع تمثل الشعاع حتى O B زاد الشعاع وبالنسبة وبالنسبة A B يمثل القطر القطر متاع الدائرة تفهم؟ مش جستة لهنا نسئلة على شنين تمثل القطعة هذه A O قلنا شعاع به طو التمارين الرابع واضح كل شي واضح به عنا لهنا املقوا الجدول املقوا الجدول عنا العدد سبعة وستونة الف ومائتين وخمسة عشر به انشرت لكم جمعة اللي فاتت اندي حان الحساب الذهني فيه زادها كية بالضبط راوا ذي راوا بشجيلوا ولادكم وركزوا فيها بالقدي والصغار دي ما يغلطوا فيها ما يعرفوش يقارنوا ما بين الرقم والعدد لذلك ركزوا بالقدي وركزوا في الامتحان من الأول للأخر وخليوا ولادكم يعاودوا الامتحان برشة مرات حتى يتمكنوا يولوا يقدروا انهم يجيبوا عليه بكل سولة اذا كان يتمكنوا منه الامتحان هذا ينجموا يجيوزوا يعديوا اي انتحان مهما كانت السعوبة متاعوا به عنا العدد سبعة وستونة الف ومائتين وخمسة عشر لهنا باش نستخرجوا رقم عشراته الرقم فما فرق ما بين الرقم ولا عدد الرقم هو واحد بركة والعدد من الرقمين فما اكثر مفهوم؟ مفهوم عنا رقم العشرات عنا لهنا احد عشرات رقم العشرات هو واحد بركة قلنا واحد نحطوا لهنا واحد واضح؟ به عدد عشرات عدد عشرات به نبدو من هنا من العشرات للاخر بالكل ستة آلاف وسبعمائة واحدون وعشرون اذي عدد العشرات باه رقم احده رقم احده رقم احده هو خمس الاحده هو اوله في اوله رقم هو اول رقم من هنا باه عدد احده عدد احده نبدو من اول رقم للاخر بالكل عدد احده سبعة ستون الف ومائتين وخمسة عشر فهم واضح به رقم مائتي رقم مائتي احد عشرات مائت نجيوله هنا للمائت هو اثنين وعدد مائتي نبدو من هنا من اثنين حتى للاخر ستمية واثنينة وصاب بعين واضح مفهوم اهوكا زادة عملت فيديو فيها كاية زادة اه تمارينات متاع امتحان الحساب الذهني امتحان الحساب الذهني على اقل بش تزادوا اولادكم يتمرنوا اكثر باه وفما زادة وضعيات ادماجية زادة وبش ننشر زادة على تفكيك فما برشة اولياء قالولي وولادهم عندهم صعوبة في تفكيك الاعداد ان شاء الله الفيديو القادم انتظرونا بش ننشروا فيديو حول تفكيك الاعداد معايا باذن الله وباذن السامع العليم الرياضيات كل سهولة ويصر واذا كان ودك ادعي في الرياضيات معايا باش يتحسن يولي يحب مادة الرياضيات يولي يجيب اعداد ممتازة في الرياضيات ويتحسن حتى في المعدل متاعه في كل ثلاثي رقم الالاف رقم الالاف هو سبعة عدد الافه سبعة وستون واضح بالله بارتجيو الفيديو باش يتعم الفايدة انشروا في الجروبيات انشروا معناها حتى اذا كان مثال عندك اولاد سحابك اولاد زماليك خلي على الاقل خلي يستفيدوا هذه قناة صدقة جارية على باب الله يرحمه على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم ولا اموت باه وضعية الاجدماجية في بوستان الجار خمسة عشرة صفن بكل صف به ثمانية اشجار احسبوا عدد اشجار البوستان باهي لهنا مش نستعملوا يا جامع يا طرح يا ضرب يا قسمة باه لازم ولدك لهنا يعرف وقتاش يستعمل يوظف العملية ذا نحاودوا نقرأوا الوضعية في بوستان الجار خمسة عشرة صف في كل صف به ثمانية اشجار معناها لهنا شنية المطلب مني؟ عدد اشجار البوستان وعدد اشجار البوستان باش اللوجه عليه لازمنا نضربوا شنية؟ نضربوا عدد السفوفة في عدد الاشجار خمسة عشرة في الثمانية نحطها من هنا بالله 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 ثمانية كم يساوي؟ بالله بالله منعرش تكتب لي انا نحبها تكتب لي على اليمين وهي تكتب لي على صار خمسة في الثمانية أربعون نضعوا سفر ونستحفظوا بأربعة فوق الواحد ثمانية في واحد ثمانية ونضيف أربعة اثنى عشر معناها مئة وعشرون شجرة البستين قلنا يحتوي على خمسة عشر صف في كل صف ثمانة أشجار وحسبنا نحن عدد الأشجار في البستين الكل قلناهم مئة وعشرين شجرة تنتج هذه الأشجار يوميا مئتان وثمانية واربعون كيلوغرام من البرتقال يوزعها على أربع صناديق كم يزن كل صندوق لهنين باش نقسمه با كان في اليوم تنتج لجار مئتين وثمانية واربعين كيلوغرام من البرتقال يوزعها على أربع صناديق باه مئتين وثمانية واربعين باش نقسمها على أربع صناديق على أربع كم يساوي ننزق بطبيعة صغير ينجز العملية عمودية لا لهنين على خاطر ما عنديش فضاء به مش كما واحد في الكراسة ينجم يكتب بأي طريقة يحب عليها بينما لهنين على الورد فما برشة حاجات ما نجموش نعم لها به لهنين أثنين قابلة القسم Faith لهنين قابلة القسم على أربع قابلة القسم على Lewis أربع نعم cken 24 على 6 كم ينجز كل صندوق كل صندوق ينجز مفهوم عجبكم الامتحان وإلا لا يشامل كل شيء وإلا لا أعطوني رأيكم في تعليق أسفل الفيديو وإقتراحاتكم كيف ما قلت لكم يا أما تحبوا نحط لكم معناها نعمل لكم تمارينات إضافية مثال ولدكم نقصين في الوضعية الإجماجية وإلا نقصين في الهنسة وإلا شنية الدرس اللي نقصين فيه أولادكم اكتبولي في تعليق أسفل الفيديو وعندكم أي سؤال أي استفسار تحبوا معلومات أي معلومات راني نجاوبكم بإذن السماع العليم مدربة وكوتش في نفس الوقت معناها نوجه لعباد ننصحهم نعطيهم الحاجات اللي لزمهم يعملوهم حتى تربية كيفية تربيت الأطفال كيفية التعامل مع الأطفال اللي عندهم مثال إفراته في الحركة برشة حاجة يبيعه في اليوم الوحد مائتين وتسعة عشر كيلوغرام كم كيلوغرام يتبقى له إذا كان الأشجار يونجو مائتين وتمانية وفعين كيلوغرام وهو يبيع في النهار مائتين وتسعة عشر كيلوغرام كم كيلوغرام يتبقى له يتبقى له معناها كي يقول لك كم يتبقى معناها لاني بش نستعملو أطرح مائتين وثمانية واربعين بش نطرحوا منها مائتين و ساعتاش كم يسوي بعضهم لاني على بعضهم ما حبتش تبعد به بش تطلق عنا تسعة وعشرين كيلوغرام كي نعجبكم الفيديو اعملوا لايك اذا كان مكش مشترك اشترك في القناة وفعل الجرس الكل باش يسلك كل فيديو يجيد واذا كان اذا كانك مشترك وما تسلكش اشعارات كل الفيديوهات الجديدة التي ننشرها على القناة ما عليك كان تلغي الاشتراك وتعاود تشترك من اللول الجديد وتفعل الجرس تنزل على جرس الكل اختيار مش الثاني اختيار مش الثالث اختيار تختار اول اختيار اللي هو الكل عليش الكل باش اي فيديو جديد يصل لك الاشعار امتاعه بالوقت شكرا على حسن المتابعة والاهتمام والى اللقاء دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا استفدتم من الامتحان هنا اشتركوا في القناة